أسعد الله مساءكم بكل الخير وجمعتكم مباركة ولله الحمد لم تسجل أي إصابة في المملكة اليوم بالرغم من عمل ما يزيد عن 1500 فحص من شمال المملكة إلى جنوبها إن عدم حصول حالات لا يعني بأن الوباء قد انتهى ولكنه يدل بأن التزامنا جيد وأن الزيادة في الالتزام سوف تسرى في عودتنا إلى حياتنا الطبيعية كذلك سجلت تسع حالات شفاء ثلاث منها في مستشفى الملك المؤسس وستة في مستشفى الأمير حمزة وهنا أود أن أشكر نشامة وأبطال التقصي الوبائي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي كانت تعمل طول النهار لكي تؤمن لنا صحتنا حمى الله الأردن وقيادته والإنسانية جمعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته